وإذا كين لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضرل إذا اهتدئكم إلى الله مرضيكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إسنان ذو راجع منيكم أو آقران من غيركم أو آقران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة موت تحبسونهما من بادي الصلاة فيقسمان بالله إن يؤتبتم لا نجتر به ثمنا وذل كانوا قربا وذل كانوا قربا وذل كانوا قربا ولا نجتم شهادة الله إلا إذا لمن الآتمين فإن وفعنا أنهم استحقوا إسمان فآقران يقوما لمقارما من الذين استحقوا عليه الأوليان فيقسمان بالله لشهادة لا أحب من شهادتهما وما تذينا إلا إذا لمن الآتمين ذلك أذنا أن يأتوا بالشهادة على وديها أو يخافوا أن تعد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا الله الله لا يهدي القوما الفاسدين يوم يجبعهم أبوث لما يقول ماذا أجبتم معروضا إذن لنا إنك أنت عدنا من غيون إذ قال الله يا إيسا بن موت فالك نعمة في عليك وعلى والدتك إذا أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والسورات والإنجي وإذ تقرق من الفينك هيا أتقعي بإذني فتنفق فيها فتكون طهرا بإذني وطبع الأسمى والأدعث بإذني وإذ تقرج الموتى بإذني وإذ كتبت بني إسرائيل أنك إن جيتهم من البنينات فقال الذين كبروا منهم إن هذا إلا سرء مبين وإذ أوهيت من الهواليين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واسهد بأننا مسلمون إذ قال الهواليون يا إيسا بن مريم أن يستطيع والذكاء إن نزل علينا مائدة من السماء قالت تقولوا إن كنتم أمنين قالوا نريد أن نأكل منها وطقل إن قلوبنا ومعلم أن تشدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال ليس بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون للاعيدا لأولنا وآخرنا وآية منه قال لكنا وأن تقروا واجدين قال الله إني منذب عليكم فمن يسرع بعثنيكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا إيسا بن مريم أنت قلت للناس استغلوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكونني أن أقول ما ليسني بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام غيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يردوا وأربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعربهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيل الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين سزقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقالدين فيها أبدا رضي الله عنهم وردوا عنه ذلك الفوض العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وادعلوه المات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من قينهم ثم قضى أجلا وأجلا مسمى عنده ثم أنكم تبتعون وهو الله في السماوات وبالأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يسترقون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تأكهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في كرطاس فدمسوا بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سكر مبين وقالوا لولا أنزل عليه بلد ولو أنزلنا ملكا نقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا نجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استعزئ برسل من قبلك فهاتب الذين سفروا منهم ما كانوا به يستاذقون قل سيروا بالأرض ثم ننظروا كيف كان عاكبة المكرمين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمن ليجمع منكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما تكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتقل ونيا فاطين السماوات والأرض وهو يفعل ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يسرف عنه يومئذ فقط رحمه وذلك الفوض المبين وإن يمسسك الله بذل ما كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فقط عباده وهو الأكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادا قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنجرة به ومن بلو أإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنه بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه وكما يعرفون أبناءهم الذين قسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفنح الظالمون